لازال سكان قصر زاوية سيد عمر الواقعة ببلدية أغروت بولاية أدرار يواجهون معاناة يومية ومتواصلة بسبب تعثر إنجاز وربط حياء القصر بشبكة الصرف الصحي وذلك منذ عدة سنوات التقرير اليمين بالعلمي وورداقشيش قصر زاوية سيد عمر ببلدية أغروت بولاية أدرار والذي يواجه سكانه معاناة يومية ومتواصلة بسبب تعثر إنجاز وربط أحياء القصر بشبكة الصرف الصحي فحسب المواطنين فإن مشكلة تصاعد المياه من المطامر التقليدية يتسبب في إلحاق أضرار صحية وخيمة لمختلف الفئات وبخاصة منهم الأطفال حياء المدني بزاوية سيد عمر نعانوا من البخرار نعانوا من المياه نعانوا من تري سيتي مشروع بادي مش كامل زوج مشاريع بادي مش كامل رئيس البلدية اعترف من جهته أن مشكلة الصرف قائمة بهذا القصر كما أن البلدية قامت بإجراء دراسة حول إنجاز المشروع ورفعت انشغالات المواطنين إلى السلطات الولائية وفي انتظار ربط أحياء زاوية سيد عمر بقنوية وفي دواة الصرف الصحي يظل المواطنون بهذه المنطقة رهين وعود المسؤولين واستمرار المعاناة